اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة وهو يرفع مع زملائه لعب النادي الاهلي الرائعين جدا كأس السوبر المصري لعام 2023 النادي الاهلي توجب العديد من البطولات مرحلة الشك عاش فيها النادي الاهلي وتحديدا مرسل كولر امام جماهير النادي الاهلي بعد نتائج مهتزة بعض الشيء في الدولة المهتزة دي يعني شوية تعادلات بسيطة كده وخسارة الدولة الافريقية وخسارة السوبر الافريقية في بداية الموسم ولكن عاد النادي الاهلي كعته يعني النادي الاهلي ممكن يغيب بس ما يغيبش كتير ويرجع تاني ياخد برونزية كأس العالم للاندية ومن بعدها كأس السوبر المصري للاندية الابطال ومارسل كولر اللي قلت عليه في رأيي في رأيي افضل مدرب اجنبي جيف تاريخ النادي الاهلي ست بطولات في 14 شهر فقط سنة وشهرين بياخد ست بطولات مع النادي الاهلي مدرب عظيم مدرب رائع على مستوى الاداء الفني لللاعبين والفريق بشكل جماعي فهو رائع على المستوى الفردي لللاعبين فطور من كثير من اللاعبين ودائما لما بحط المقارنة بينه وبين منو جوزيه تحديدا منو جوزيه كان مدرب عظيم جدا وتاريخي للنادي الاهلي ولكن كان يملك ايضا جيل عظيم وتاريخي من اللاعبين وبالتالي حقاهم مع بعض انجازات عظيمة جدا مع النادي الاهلي مارسل كولر بلاعبين بطبيعة الحال مش هما نفس الجيل اللي كان مع منو جوزيه قدر برضو يصنع في فترة قريبة جدا اداة عظيم جدا بالمقارنة بين مارسل كولر وبيتسو مسماني فبيتسو مسماني ايضا كان مدرب ناجح جدا مع النادي الاهلي ولكن لما تبص على مارسل كولر هو مش بس مدرب عظيم عشان خد بطولات عديدة مع النادي الاهلي لكن عشان شكل الاهلي تحسن كثيرا 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 مع مارسل كولر وبالتالي هو مدرب كبير هنتكلم على كل بقى اللاعبين نتكلمك على ماران عطية على محمد الشيناوي على علي معلول على امام عشورة على كهربا حسين الشحات وبرستاه ومحمد هاني ومحمد عبد المنعم وكل اللاعبين الرائعين في النادي الاهلي اللي مروا بمرحلة صعبة جدا ما يتحملاش اي حد بدنيا بتتكلم في خمس مباريات متتالية في وقت قريب جدا بنتكلم في اقل من اسبوعين سواء في كاس العالم للاندية مستوى تنافسي كبير في كاس السوبر الاندية الابطال في مستوى تنافسي كبير فريق من اول يوم بسم الله الرحمن الرحيم بيبدأ الموسم ببطولة كاس السوبر الافريقي بطولة يعني تنافس مش بقول ان هو كاس بطولة تنافس بعدها نصف نهاية كاس مصر بعدها الدول الافريقي بعدها دولة ابطال افراقية كلها منافسات صعبة جدا فريق في العالم بيتدرج في المستوى والمباريات والتنافس النادي الاهلي بسم الله الرحمن الرحيم بيبدأ الموسم بتنافس بمباريات غروج مجلوب بمباريات تحقق بطولة أو تخسر معها بطولة عشان كده تحية كبيرة جدا للعيب النادي الاهلي تحية كبيرة جدا لمدربهم مرسل كولر تحية كبيرة جدا 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 لإدارة النادي الاهلي اللي بتصك في مدربها حتى لو تعرض لبعض الضغط في وقته قليل جدا هيك بتصك فيه دائما وتديله كل المسندة الممكنة وكل العناصر اللي بيحتاجها بياخدها مرسل كولر إدارة وعية إدارة فهمة إدارة نجحة بص ببساطة شديدة نادي الأهلي في 116 سنة بياخد 149 بطولة أعظم نادي في العالم خد عدد بطولات يعني لما جمهور النادي الأهلي بيقول النادي الأهلي أعظم نادي في الكون هو مش مجرد شعار ولا عشان هما بيحبوا ناديهم هو عشان حرفيا وفعليا وعمليا ورقاميا وكل شيء النادي الأهلي أعظم نادي في الكون بكل هذه البطولات 149 بطولة في 116 سنة قولي مين نادي في العالم يقدر يكسب كل عام منساعد مقسس النادي منساعد مقسس النادي على الأقل بطولة كل عام مين نادي في العالم عمل ده؟ كل الأندية الكبيرة العظيمة اللي في العالم عدت على مراحل صعبة طويلة والأهلي برضو عدت على مراحل صعبة بس لايه لقاوش لكن الأندية الكبيرة حتى في العالم بتعدي على مراحل صعبة طويلة وبعاكها تكسب بطولات وإنجازات كبيرة النادي الأهلي فريد من نوعه على مستوى العالم الوحيد 116 سنة أي حد في الدنيا بيهبط بيزهق بيمل للنجاحات أو بيكسل شوية النادي الأهلي تغير إدارة زي ما هو تغير أجهزة فنية زي ما هو تغير اللاعبين زي ما هو جماهيل تفضل موجودة طول الوقت ما بتتغيرش بنفس الوفاء ونفس الإخلاص ونفس المسندة زي ما هو حالة استثنائية في كل شيء النادي الأهلي ده كل الكلام عن النادي الأهلي قبل ما نخش قوي في تفاصيل تحليلية وفنية عايز أشكر كمان مودرن فيوتشر عمل مباراة محترمة جدا تحديدا في الشوت التاني وما فقدش الأمل وكان قادر إنه ممكن يخطف النادي الأهلي في المباراة النهاردة في الوقت الإضافي قبل الهدفين اللي سجلهم الأهلي في الوقت الإضافي المودست وها كريم فؤاد كان فيه فرصة خطيرة جدا لمودرن فيوتشر كان ممكن يحسب بيها المباراة طبيعي ومنطقي جدا إن الأهلي هو المرشح الأول طبيعي ومنطقي جدا إن الأهلي يكسب النهاردة طبيعي ومنطقي جدا وسط مسندة جمهرية الفريق واحد النهاردة بطبيعة الحال هو النادي الأهلي كان يبقى الأهلي هو المرشح الأول للفوز بهذه البطولة وبهذه المباراة لكن مودرن فيوتشر عمل كل ده كان ند قول النادي الأهلي تحديدا فيه أشروط التاني من مباراة اليوم فتحية ليهم قدوا بشكل رائع جدا قدام برامدز وقدوا النهاردة بشكل محترم جدا قدام النادي الاهلي البطولة بشكل عام نجحت نجاح باهر جدا بتأكيد نشكر دولة الإمارات نشكر مجلس أبو زبي على دايما حسن الاستقبال وحسن الضيافة وحسن المعاملة والتنظيم الرائع جدا ليه بطولات مصرية أحيانا تقام خارج الدولة المصرية ودايما بفرح جدا أنه أحيانا نطلع ببطولاتنا على فكرة دول أوروبية كبيرة بتعمل كله نطلع بطولاتنا في كل مكان في الدنيا عشان شعبية كرة القدم المصرية هي شعبية كبيرة في كل مكان وتحديدا في الدول العربية وفي جماهير عظيمة جدا مصرية وحتى غير مصرية يحبوا يشوفوا الاهلي والزمالك وبراميز وفيوتشار وسرمية كلوباترة حبوا يشوفوا الاسماعيلي والمصر والاتحاد والمحلة حبوا يشوفوا كل قنديقتنا المصرية وكل لعبتنا المصرية في مناسبات رسمية زي دي فتحية لي دولة الإمارات مرة أخرى وتحية لي مجلس أبو زبي وتحية لهذا الجمهور العظيم اللي كان خلف النادي الاهلي في كل مكان تخيل النادي الاهلي شوف حظه حظ النادي الاهلي عنده جماهير في كل مكان في الدنيا في كل مكان في الوطن العربي في السعودية كان مسندة عظيمة جدا في كأس عاملندية في الإمارات مسندة رائعة جدا في كأس السوبر الأبطال وزي ما النادي الاهلي محظوظ بجماهيره دايما أنا بقول أنه جمهور النادي الاهلي محظوظ جدا بالنادي الاهلي جدا مين جمهور أو المشجع في العالم عنده فريق فريق بيكسب ست بطولات في سنة وشهرين ست بطولات في سنة وشهرين إيه الرقم دا؟ إيه الرقم دا؟ يعني بسم الله الرحمن الرحيم كل شهرين كده خد بطولة خد بطولة عايز عايز بطولة خد مش 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 حرمك من حاجة مش هتأخر عليك مسافة السكة هتلاقيني وبقى بكسبك بطولات زي ما انت عايز دا جمهور النادي الاهلي وحظه بالنادي الاهلي زي ما النادي الاهلي أو لعيب النادي الاهلي وجهازهم الفني محظوظين دايما بيه جماهير النادي الاهلي مرة أخرى ألف مليون مبروك لكل منظومة النادي الاهلي إدارة وجهاز فني وعلى عبين وبالتأكيد جماهير يشرفني وينورني الحديث عن النادي الاهلي وبطولة اليوم وشكل النادي الاهلي في مباراة اليوم أمام مودل نفيوت شار الصديق العزيز محمود شاكر محمود من أبر الدنيا حبيبي يا كريم إزاي؟ أخبارك إيه؟ إنت أخبارك إيه؟ أمورك كويسة؟ كله زي الفل حكاية النادي الأهلي بقى طبعا يعني تقعد تتأمل كده وتتخيل مش هقولك مؤسسة تقعد 116 سنة عايشة على نفس المستوى شخص عادي من شخص عادي يقدر يبقى ناجح 50 سنة وربعض من شخص عادي يناجح 60 سبعين سنة وربعض والله كريم يعني النادي الأهلي خلص كل الكلام يعني أنت بتتكلم من 4-5 أيام النادي الأهلي بيحصل على برونزيت كاس العالم بعد أربع مشاركات وربعض أربع سنين في النص النهاية كاس العالم الأندين النهاردة بياخد بطولة السوبر وجمهور الأهلي عاوز أكتر من كده جمهور الأهلي لسه طمعان فأكتر من كده جمهور الأهلي طمع جدا عاوز كل بطولة يدخلها النادي الأهلي يكسابها وده يعني خودنا بقى يا كريم لإيه لمارسر كولر يعني انت ده بمارسر كولر للنادي الأهلي كل يوم بيثبت أكتر وأكتر إن الراجل ده زي ما أنت تتكلم في الإنترو لا هو بدأ يحقف أرقام من والجزئ ويتخطى أرقام من والجزئ وبدأ يعني كان الاختلاف مع بيتسو موسيماني اللي عمل حاجات كتيرة جدا مع النادي الأهلي وبالمناسبة بيتسو موسيماني مخسرش ولا مباراة كبيرة إلا سينبا التنزاني يكسب كل الموطشات الكبيرة محليا وقرانا وخطة كل مطلع ولكن دايما يا كريم في علامات استفاهم كتيرة جدا بحول الأداء وعلامات استفاهم كتيرة جدا النادي الأهلي ما بيلعبش بأسلوبه النادي الأهلي بيلعب دفاعه بلعب بس على الكار طويلة تيجي النهاردة تفرج على الاهلي الاهلي بيلعب في أي مباراة مع أي منافس بينزل يطبق أسلوبه أيا كان الفريق اللي قدامه والمباراة اللي هي ما كانتش قد كده مباراة سنداونز النادي الأهلي مطبقش أسلوبه حاسيت إن الأهلي ملعبش بالنازل على الهجومية المباراة اللي كانت فريطوريا النادي الأهلي خسر فيها واحد سفر حاسيت النادي الأهلي برضو مش بأسلوبه راجل لعبه قدام التحاد جدة بأسلوبه راجل لعبه قدام فلمونينسي بأسلوبه لعبه قدام قراوة والنهاردة في مودرن فيوتشر برغم إن كان يعني القصة دي لسا أتكلم معاك فيها شوية إن كان في بعض الدلع في أوقات المباراة في الشوت الداني وهي اللي قالبت المباراة على النادي الأهلي وخلت المباراة الأهلي كان حاس في لحظة من لحظات المباراة خلصت واللي خلاي حس كده إنه كمان مودرن فيوتشر كان محسلك باستسلام فجأة مودرن فيوتشر استفاق وكان في وقت كان الأهلي مكسل فيه مودرن فيوتشر شوت لأولاني ما شطش ولا شوطة على الثلاث خشبات فكانش فيه أي اختبار لمصطفى الشوبير وعاوز أقولك على حاجة عشان الناس برضو يعني ما تظلمش مصطفى الشوبير شوية أنا حاسيت إن الفريق شوية لما بدأ يفك شوية حتى كمان مصطفى الشوبير وهو بيلعب الكرة كان فاكك برضو شوية فالكرة الضغط عليه بس 100% هو خطأ ده طبعا 100% خطأ بس هنقعد نقول بجنبها قلة خبرات كسل اللعيبة بشكل عام أو يعني استسهال المباراة كلها طالق مصطفى الشوبير بس في الأول والآخر هو خطأ زي ما هنحمل جنش خطأين الهدفين الأول والتاني تحديدا يعني للنادي الأهل وكانت الكلمة على الثالث والرابع وسأول والتاني كانوا مسؤولية جنش بمناسبة بموضوع جنش يا كريم وشفتك مباراة طبعا الزوالة اللي كانوا معاك مجنش هو اللي أثر على نفسه في مباراة النهار يعني جنش التصريحات بتاعته اللي كانت صعبة جدا جدا ونارية زي ما بيقولوا أصرت بشكل كبير جدا وسهلت الأمور على النادي تصريحات بس عشان أفكر السيدة المشاهدين تصريحاته اللي قالها في المؤتمر الصحف مباراة اللي لان فيها روي بيتوريا انه ما خدوش المنتخب وانه ما خدش غلعاب واحد من مودر نفيوت شرلي المنتخب اللي هو أعمر كمال عبد الواحد واضح جدا انه تركيزه النهاردة ما كانش كامل واضح ان تصريحات دي أصرت عليه جدا طبعا عشان كمان هو نال انتقادات عظيمة مش مننا هنا في رقم عشرة بس من كل الناس انبارح على تصريحاته دي اللي مش في وقتها ده ده هي كل الناس انبارح سوشال ميديا كان بتنتقد جنش على تصريح وقالت انه يعني مفروض يتكلم على منتخب مصر الطريقة أفضل من كده ده هو في الأهم قبل ما يتكلم على منتخب مصر انت تتكلم على فرقتك اللي بتنفس على بطولة دلوقتي بالظبط ده يعني مودر نفيوتشر يلعب على السوبر أول مرة في تاريخه وممكن يكون قريب جدا هو ياخد بطولة أنا كنت شايف ان انت بدم انت الكابتن وبدم انت القاعد تقفل على فرقتك وتفكر في مباراة بكرة بعد المباراة كسبت من التصريحات بقى التلفزيون صحيحات عامية قول كل اللي انت عاوز بس يبقى انت واخد بطولة ده هو النهاردة بابسط مثال هو ريح الدنيا كلها جنش النهاردة جنش أخطأ في المباراة الكبيرة اللي كان عليها ضغطات كبيرة فببساطة شديدة اي حد يتكلم يقول لك دي مستوى جنش كانت في الموجودة عامل ازاي بس انا عاوز ارجعلك برضو يا كريم للنادي الاهلي وانت ده بمارسر كولر النادي الاهلي بيقدم مع مارسر كولر مباراة يعني يا كريم النادي الاهلي اصبح مع مارسر كولر اصعب فريق ممكن تواجهه في اي مباراة او بطولات اقصائية يعني كان فيه علامات استفهام على مارسر كولر في الدوري ولكن في كل البطولات الاقصائية وكل المباراة اللي بتبقى كبيرة والنادي الاهلي بيلعب فيها على بطولها بيبقى منافس صعب جدا جدا واخد بالك من حاجة انا بزعل ان النادي الاهلي ما قدرش يتخطف لهم ننسي لان الراجل ده فعلا كان يستهل ان هو يروح نهاية كاسة العالم للاندية ولكن يا كريم لما هنيجي بقى نتكلم فني ونيجي ندخل نتكلم فني اكيد بعد شوية هتشوف ان الراجل ده عمل كوكبة من الطرق والنمط المتكرر بشكل كبير جدا جوا النادي الاهلي اثناء الضغط العكسي اثناء الضغط العالي اثناء الخروج بالكورة في اوقات كتيرة جدا النادي الاهلي بتبقى عارف ان هو هو الابر هند وهو اللي هياخد زمام المبادرة وهو اللي يقدر يتفوق وهنا برضو يا كريم يحسب ردة فعل النادي الاهلي بعد الهدف التاني اللي جيه لمودرن فيوتشر والشك تحول بشكل كبير ان المباراة ممكن تكون اتصعبت على النادي الاهلي النادي الاهلي بيقدر يكسب اربعة اثنين ولكن في نقطة مهمة جدا انا عاوز اتكلم معاك فيها يا كريم وهي الناس دايما كانت بتتكلم اصلي فيه جهد بدني وفيه ارهاق كبير جدا للعيب النادي الاهلي ومرسل كولر ممكن يعمل ده ازاي جيت معاك الاسبوع اللي فاتح ومتكلم على ضغط مبارات النادي الاهلي نادي الاهلي لعب جمعة اتنين جمعة بعد كده اتنين بعد كده لعب خميس انت بتتكلم يا كريم في الخمس مباريات كلها ادوار نهائية دور نص نهائي ودور نهائي والرتم البدني فيه عالي جدا وكل فريق بيلعبك بيلعبك باقصى قوة ممكنة تيجي بقى اتفرج عن النادي الاهلي النهاردة تسعين دقيقة وزود عليهم كمان نص ساعة النادي الاهلي بيلعب مية وعشرين دقيقة والنادي الاهلي لعبته كلها لسه واقفة على رجلها ده يحسب لمين ده يحسب للإدارة الفنية للجهاز الفني للنادي الاهلي يحسب لمدير فني عارف كويس جدا امتى يعمل روتيشن ناس كان بتنتقد روتيشن الكتير اللي بتعمل النهاردة بيلعب بالقوام الرئيسي في خمس مباريات متتالية ما غيرش غير مرتين تلاتة في بعض المباريات في بعض المراكز الراجل النهاردة يا كريم بيلعب مية وعشرين دقيقة وبيقدر اللعيبة كلها تبقى مميزة نقطة تانية الجهاز الطبي العملية الاستشفاء عاملية الاستشفاء دي صعبة جدا تتكلم منك بتسافر من بلد تروح لبلد تانية بتلعب في ماتشاط تانية مختلفة الرتم عالي جدا مواعيد المباريات مختلفة الرتم نفسه بتاع الماتشاط مرة بتلعب بتشط لأولاني بتبقى ضغط شط تانية بتلعب تحت الكرة بتلعب بعد التحولات بتلاقي النجوم بتاعتك كلهم فايقين ده يرجع لمين الاستشفاء حاجة تانية محللين الاداء ازاي ان انا بشوف كل فري فانت بتتكلم يا كريم انت بتتكلم في عوامل كتيرة جدا تاخدنا ان في منظومة وفي مؤسسة قوية اسمها النادي الاهلي المؤسسة دي نكحة نكحة عشان في عوامل كتيرة جدا ولا يصح الا صحيح ان واحد زائد واحد بيساوي اتنين لما تلاقي مدير فني قوي تلاقي لعيبة على اعلى مستوى تلاقي عمق في الاسكواد تلاقي الجهاز الفني المعاون للمدير الفني ده بيقدر يطبق له كل حاجة هقدر عمل لك استشفاء هقدر حللك اداء الفرق اللي انا بلعب قدامها هقدر ان انا انامي افكار كتيرة بتبقى موجودة عند اللعيبة هقدر ان انا النهاردة كنا بنتكلم واحد زي امام عشور كنا بننتقده بشكل كبير جدا منذ مجيء للنادي الاهلي امام عشور بلعب شرط او شرط ونص نهاردة امام عشور هو نجم مباراة النادي الاهلي اخر مبارتين لحد تسعين دقيقة والحد بعد كده فانت بتتكلم يا كريم ان مؤسسة قوية زي النادي الاهلي نكحة عشان فيه عوامل كتيرة جدا مفيش اي عامل ناقص فبالتالي مبروك لجمهير النادي الاهلي وللنادي الاهلي نفتح حالات هذه المباراة بعد هذا الفاصل مع محمود شاكر خليكم يعلم بحضراتكم مرة واقع ليست افرافني ونوارني يا صديقي العزيز محمود شاكر هنحلل لوقتي مباراة الاهلي ومودن فيوتشر ازاي تفوق النادي الاهلي على مدار المباراة باستثناء شوية وقت كده كان فيه شوية تكسل بس الاول اقول لكم تصريحات مارسل كولر بعد المباراة عشان فيها كلام كتير عن انتوني موديس تحديدا الاول قال المباراة صارت بسيناريو لم يكن من المفترض ان تصل لي لاننا كنا متفوقين وفجأة انقلبت الاوضاع قال الاهم بالنسبة لي ان انتوني موديس وكريم فؤاد سجله لانهم لعبين جيدين جدا وكان مهم جدا ان هم يسجلوا النهاردة وقال ان موديس لعب كبير جدا ومن افضل من لعبوا به الدوريات الاوروبية وقصق به ورهاني عليه كبير جدا الفترة اللي فاتت كان غير موفق الجاهزية ولما بقى جاهز تعرض للاصابة بفيروس كورونا وعطلته ثم اصبح في حالة جيدة وتعرض بعد كده للطرد امام اتحاد جدة ومن وجهة نظري الطرد ما كانش يستحق قال موديس كان يحتاج للفرصة للتعبير عن نفسه اي شخص يفهم في الكرة سيعرف اننا لديه لمسة مختلف هروح لمحمود في الجملة دي لديه لمسة مختلفة وقال سعيد جدا لهدفه وصناعة الهدف الرابع وبالتالي هو لعب جيد جدا وسنعتمد عليه في الفترة المقبلة بشكل كبير واريد ان ابني عليه او ان ابني على ما قدمه في مباراة اليوم وقال كان في ضغط كبير علينا في الفترة اللي فاتت من اقامة في فنادق وصفر في دول مختلفة ومعزولين تماما عن اصدقائنا وعائلتنا دي كلها كمان ظروف صعبة جدا طيب اولا ناخد من تصريحات مارس الكولر ان انتوني مودست مكمل خد بالك الاهل مش يلعب خلاص مباريات لحد شهر فبراير وبالتالي لو هياخد قرار برحيل مودست في يناير ما كانش هيقول مارس الكولرية الكلمتين دول قال انه هيبني عليه الفترة اللي جاي هيبني على اللي حصل النهاردة وقال انه هو عنده رهان كبير على انتوني مودست فدي رسالة ما بين السطور ان مودست مكمل مع النادي الاهل لنهاية الموسم جملة كمان انا مقيدها لغم ان انا من الناس اللي كتير انتقدت مودست وما زلت ما لسه ما قدمش حاجة لشان جاي بجولي النهاردة خلاص بقى مهاجم عظيم بس هو فعلا مودست عنده لمساء في الكرة مختلفة تحرك مختلف بس عنده مشاكل في الحالة البدنية ما بيعافش يلف حتى ما بيعافش يلف بالكرة ما بيعافش يستلم مش جاهز ما زال مش جاهز بس تحس كده اللي هو ايه اللي هو لعيب ما هو تحس ايه ما هو راجل ده كان بيعاف في دورتمودي يعني برضو ما انا مش محتاج ايه مش محتاج اقول ان هو كان لعب كويس في اوروبا كان مهدف كله انه كان تاني هدفين ده والالماني فاكيد لعب كويس انتوني مودست رأيك انه هاردة في اللي عمله هدف سجله بشكل رأي جدا وعمل السيست الكريم فهد طب يا كريم خلينا الاول ناخد ماشي خلينا الاول نتكلم هل النادي الاهلي لما كان جاب مودست مارس الكولر هو اللي راح رشح الراجل ده صح وكان البروفايل بتاعه اللعيب الطويل اللي بيقدر انه هو يلعب بدماغه كويس ايوا ولكن كانت مشكلة زي ما انت بتتكلم مع الراجل ده ما عندوش مرونة فلما كريم بتجيله كان راجل بيبقى دايماً الراجل ده شكله وحش ماشي النهاردة هو جاب الهدف اللي مارس الكولر جايبه عشانه مش المطولة مش بتكلم على الهدف ده بس هو جاوز الراجل بيقدر يلعب بدماغه كويس ولكن كانت مشكلة الراجل ده ما فيش طبعاً طبعاً يعني ما فيش اي ما بينه وما بين انسجام ما بينه وما بين اللعيبة ده رقم واحد كانت المشكلة التانية يا كريم انه هو بطيء جداً في الاستلام الكرة فالموبيليتي ومرونة اللي عنده ما كانتش موجود صح فالنهاردة لما تيجي تتفرج على النادي القلي وخلينا برضو نقول حاجة عشان الناس ما تقولش احنا معاهم 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 عليهم عليهم احنا انتقضناه بشكل كبير جداً والنهاردة بالمناسبة هو مقدمش برضو يعني مباراة كبيرة قوي ولكن هو المهم من الفروت ان انت للكرة لما تجيلك تقدر تجيب جوه قصة كلها يا كريم ان الراجل ده جوه الصندوق هيقدر يفيدك بشكل كبير جداً لان مثلا النهاردة دخل خمس التحامات تلاتة على الارض واثنين هوايين خد الخمسة فهو على الكور العالية مميز جداً جداً بس ان هو يقدر يقوم بدور كهرباء ده شيء ما اعتقدش ان هو هيقدر يعمله ان هو راجل متميز فقط جوه الصندوق وكان انت ده بمارس الكولر ليه عشان المطشاط اللي الفرقة بتلعب فيها أو بتلعب فيها الفرقة كلها بتبقى مقفلة من الساحات واللعب كلها الكور العرضية ما عندكش فروت في النادي القلي يقدر يلعب بدماغه لما نيجي نشوف الهدف مع بعض ده كريم هتيجي تتفرج ان الراجل ده دايماً بيقع بدور المحطة وان هو دايماً بيستني الكور العالي ادي منيجي تتكلم هنا على الهدف اللي جي علي معلول عاوزك تبص عليه هو دايماً 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 انت منرجع بقى قبل ما الجنيت قبل علي معلول يرفع الأوفر خلص قبل علي معلول ما يرفع الأوفر عشان ده تحرك فروت الراجل بيلعب برأس حربة رقم تسعة الراجل متماس جداً في الألعاب اللي هو همديجي نكايب بص راجل هنا ما بين الاتنين سنتر باك أول ما علي معلول هيستلم الكورة هتشوف بقى الراجل هيعمل نكمل حاجة بسيطة كده أول ما الراجل هيستلم الكورة الراجل هياخد خطوتين لورا عشان الكورة لما تتعب له اوت سوينج اللي هو السوينج اللي بتعامل لبرة أو الأوفر اللي بتعامل لبرة بص يا كريم تحركه هيبقى عامل ازاي فهو بيشاور لعلي معلول وعارف إن الكورة هتتلعب له هنا فكورة أول ما تلعبت من علي معلول الكورة الوحيدة اللي جات لمودست جوه الثمانتاشر ووشه للجون هي الكورة دي بقى الكورة يا كريم كلها نكمل الفريم هتلاقي الراجل أم طالع بمنطقة القوة أم ضغل حدد بدماغه وموجه بشكل مميز جداً وعاوز أقفلك عند موضوع التوجيه ده يا كريم لأنه مميز في ضربات الرأس ولكن في المباراة كانت كورة بيجيه له كتير جداً كانت بتقطع منه على فكرة مودست لعب النهاردة يعلمس كورة 14 مرة فقد الاستحوال 6 مرات فهو بره منطقة الجزاء حاجة وجوه منطقة الجزاء حاجة تانية فاحتياج مارسر كولر لواحد زي مودست هيكون في الكورة العرضية فقط لأنه هو ما عندوش القوة ما عندوش السرعة ما عندوش المرونة ما عندوش سرعة العدو ما عندوش يلعب في دار الدفاع اللي موجود عند كهربا مارسر كولر على الدكة في المطشاط اللي هيبقى فيها اللعب مقفول ولكن يا كريم حتى الآن هو لم يقدم شيء المختلف اللي ممكن اقولك ان الرجل ده ممكن يكسر الدنيا ولكن هي بداية كويسة جداً 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 هو هيستعيد الثقة لأنه واضح انه بداية متأخرة طبعاً بداية متأخرة يعني هو بصراحة برضو مارسر كولر عندو حق انه اللعب برضو تعرض لزروف غريبة شوية اصابة هو جاي وبعد كده كورونا وبعد كده تارض وإن كده كريم عشان هو برضو كان جاي مش جايس كان بقاله فترة كتيرة ما بلعبش بس انت تفتكن انت دابه كان مهم جداً عشان بطولة السوبر الاولانية خالص وبعد كده بطولة النادي فيه بقى كسة عامل عن ده بالزبط فهو ما قفتش النادي الاهلي في التلاتة بالعكس لكن نضيف خفيف جداً في كاس عالم الاندي عايز لك السؤال بقى واضح جداً المهاردة الاهلي الشوط الاول تحديداً كان ممتع للغاية ده حقيقي ليه؟ علشان مارسل كولر مارسل كولر بقى بيدي أشكال وأنماط مختلفة للنادي الاهلي في التلوع بالكورة لما حد ييجي يضغط على النادي الاهلي والهدف اللي جيبت عسين الشاحات هو مش بالصدفة كريم الهدف ده اتكرر مرتين ثلاثة لما نيجي نتفرج على ثلاث حالات في الشوط الاولاني وتشوف المتعة اللي قدمها النادي الاهلي في الخروج بالكورة أنا حسيت ان النادي الاهلي النهاردة هو نادي بالعب في الدور الإنجليز الفيديو اوقف لحظة اوقف لحظة تع manic تعال كدام بص عالشكل بتاع النادي الاهلي اعرف مين اللي نزل يستلم الكورة؟ محمد هاني مين اللي هوقف عند الخط؟ امام عشور فانت بالزبط كده مفروض محمد هاني مكاني ما معشور محمد هاني بس هم عشان يضغط بطريقة معينة والثلاثة اللي قدامها عيبوا على واحد على اللعيب بتاع نص الملعب بتاع النادي الاهلي والتاني هيبقى بيضغط على الاتنين مساكين والتالت هيبقى مع اللعيب التاني اللي هو كوكا فكوكا ومرانة عطيه مقافرين فبصش نادي الاهلي بيعمل ايه ببساطة شديدة يا كريم في حاجة اسمها رجل التالت الرجل التالت ده اللي هو بيبقى فري لما بيحصل ضغط او الرجل التالت ده لما بيجيله الكرة هو ما بيستلمش هو بيعمل على طوله وانتقشعrig كرة تحول فالنادي الاهلي مضغوط عليه زي ما انت شاف مودرة فيوتشر قافل الزواية التمرير زي ما الكتاب بيقول فمحمد هاني هنا هينزل مين اللي بيفضع عندنا نكمل بقى الكرة بالراحة اما معشورها يفضع بص بقى على النادي الاهلي التحول النادي الاهلي ام الراجل محمد هاني امواخد الكورة بص بقى على محمود عبد المنعم كهربة وبص على بيرستاو هيقرب قبل قبل بالزبط كده بيرستاو هيقرب هيلعب لمحمد هاني بص بقى يا كريم تغييرة اللعب ونقل الملعب كله ونقل الضغط كله الناحية التانية هم لعب الكورة العالية الناحية تانية جمعت اللعب في حتة وانا بطلع بالكورة عشان لمود الفيتشر كله يضغط على الطرف واقوم طلع على طول احسين الشاحات واحسين نكمل الكورة بسرعتها عادي مفيش مشاكل هتلاقي احسين الشاحات ام داخل بالموارة الكبيرة بتاعته كانت كورة خطرة جدا للنادي الاهلي واحمد نبيل كوكا بيقوم بالدور الزيادة اللعب رقم 8 والكورة شفت انت التلوع بالكورة بطريقة مختلفة تماما طب تعلم بص على كورة تانية في ديها 27 نفس الكلام برضو النادي الاهلي يحاول يطلع بالكورة نفس كلام نبيل كوكا معاه الرجل في نص الملعب مرانا عطية مقفول عليه من محمد صادق بص مرانا عطية راجل عطول محمد صادق قافل عليه نكمل الكورة بسرعة اكبر شوية محمد عبد المنقم هنا يحاول يحضر الكورة بص على محمد هاني ونبص على امام عشور هالكورة تلاعب ليه محمد هاني بص بقى تفرج على الرجل لحظة بقى هي طبعا فيها ريسك شوية من محمد هاني بس اول ما مرانا عطية صاحب الرجل معاوسة لمحمد عبد المنقم بص بقى يا كريم هنا الجديد بقى المختلف ايه مين اللي نزل استلم المرة دي حسن الشعاة نرجع معلش قبل ما الفريم دا يجي حلوى حلوى نرجع بزاق يعني احنا اتكلمنا في الاول ان انت تطلع ايه هدخل محمد هاني في النص حلوى وهطلع امام عشور على الطرف حلوى طب وما فيش غير الطريقة دي لا معلش هنا ااسف والله هل ما اعطعك يا جماعة ما هو ده مارس الكولر بزاق يعني يا جماعة انت عايز تطعف هنا قبل ما يلعب قبل ما يلعب الحسن الشحاة الراجل بيلعب كورة حلوى مع النادي الاهل حلوى وكورة شكلات وتحس انه فيه نمط كده والتفاهم شكل لعب النادي الاهلي والله انا عارف ان الجمهور الاهلي سعب بيزعب من القصة دي مسيماني مدرب ناجح وعظيم وكل شيء بس ان انا كنت بفرج على النادي الاهلي بقول لا يا جماعة النادي الاهلي ما لعبش بالوحشة دي كورة وحشة بس كان عملي جدا وراجل كان بيع فيك سابوترات ما بقللش منه ابدا بس راجل مارس الكورة الكورة حلوى كمان فانا بقول لك المرفض كان محمد داني اللي بيدخل تعالى ما بص فهنا كل لعيبة نفتح الفريم شوية قبل ما تلاقي بالحسن الشحات عاوز اجيب الفريم الكبير بص هنا يا كريم هيلعب الحسن الشحات بص كل لعيبة مودر الفيوتشر قفلة كل حاجة على النادي الاهلي ومحمد داني اللي كان بيعاول يخدش في النص ومرانة عطية واحمد نبيل كوك فانا هحل لك الموضوع ببساطة شديدة هنزل حسن الشحات في نص الملعب اول ما الكورة تلعبت شو نكمل بقى الكورة بسرعية عادي حسن الشحات هيستلم الكورة علي معلول ام طلع طبعا تخطى الراجل اللي بيدغط عليه بص بقى هنا النادي الاهلي لحظة بقى قبل ما ترجع تتلعب لإمام عشور شوف بقى كريم الحركية اللي موجودة عند النادي الاهلي عشان كده بقولك النادي الاهلي النهاردة بقى فريق شبق فرق الدوري الانجليزي في خروج بالكورة قبلها امام عشور نزل استلم الكورة نقصت ليه مرانة عطية ام حسن الشحات بص بحسن الشحات هيوتهم لجوه هيطلع لمين هطلع الناحية التانية عند بيرسي تاو بيرسي تاو هيجي هيرقص واحد على واحد الكورة هتتلعب ولكن اتقطعت من النادي مودرن فيوتشر فانت بتتكلم شوف خروج النادي الاهلي بالكورة تعال انا اتفرج على الكورة دي برضو نفس الكلام مرانة عطية مقفولة عليه ومقفولة على احمد نبيل كوكا مين اللي هينزل يا كريم حسن الشحات ومين اللي هيتحرك يا كريم بعد كده احمد نبيل كوكا حسن الشحات خد الكورة برضو في العمق وهيلعب لمين لكهرابة اللي كان قابليها في الكورة لابلها بيرسي تاو وقام لعبها لحسن الشحات عشان يجيب النادي الاهلي فمعناها ان الجن مش صدفة الجن متعاد من لعب النادي الاهلي نفس الكلام هنا برضو في الديار 44 بص احمد نبيل برضو حسن الشحات تاني في العمق وهيلعب الكورة لبيرسي تاو فهي محفوظة مش هعرف هاتلعب الكورة من تحت حسن الشحات هيسيب الطرف هينزلي في النص هياخد الكورة هيطلعها للأطراف او يلعب للكورة في دار الدفاع هو ده مارسل كولر هي دي الاشكال المختلفة هو ده محمود شاكل والله شطر اول فطبعا النادي الاهلي بتذاكر بشكل كبير جدا والراجل عارف كده كويس فلازم يعمل شكل وأناط مختلفة وهو ده اللي شفناه النهاردة بين عند النادي الاهلي بصراحة بشوت اول كان ممتع بشكل كبير جدا من النادي الاهلي هتكلمني عن مين تاني بعد الحال احنا ممكن نتكلم على السلسيات اللي بتحصل على الطرف اليمين كنا بنتكلم دائما ان كان فيه تميوز كبير اول لما امام عشور جن النادي الاهلي كان هو واحسين الشحات وعلي معلول التلاتة بيعملوا سلسيات على الجنب وبيحلولك ان هما بيعملوا سويتشات وتبادلوا مراكز كل واحد بياخد مركز التاني وده يتحرك الكلام ده بقى يحصل النادي الاهلي غير الطلوع بالكرة اللي احنا تكلمنا عليه انت يعني منفذ مهم جدا ومتنفس كبير لك جدا الناحية لمين محمد هان يا جماعة بقى باك عصري بيقوم بالأدوار الهجومية زي ما الكتاب بيقول زي مين زي الناس الناس هتخبط فينا بيقوم بحاجات زي ارنلد طبعا مع الفرق ان ارنلد بيخش شوية جوة في العمق خب بالك لما نقول زي ارنلد ده بيلعب في ليفل وده بيلعب في ليفل تاني بس على قد ليفل طبعا بالزرط كيرا بالزرط كيرا بالزرط كيرا تعال بقى نتكلم هنا ديك في الشوت الاولاني في الديئة التسعة النادي الاهلي برضو بيحضر الكورة عاوزك تبص على الناحية التانية بص مين هنا اللي استلم الكورة رامي ربيعة بص يا كريم اول ما بيرسي تاو بيستلم الكورة على طول محمد هاني هياخد الطرف لحظة بس ارجع بقى عشان نوضح الفكرة بتاعت بيرسي تاو ووضح الفكرة نرجع من الاول خالص قبل ايام الزبط كده بص يا كريم هنا بص معايا وتفرج معايا على الهاف سبيس او الانصف المسيحات اللي بيخلقها دايما النادي الآن الكورة هنا هتطلع لرامي ربيعة نكمل نكمل الكورة بسرعيتها ما فيش مشاكل بالروحة كده بعد كده توصل لرامي ربيعة طلع مين هنا لنزل بيرسي تاو اقف لحظ اقف لحظ بيرسي تاو لما نزل الباك لفت بتاعت مين بتاعت مودن فيوتشر قرب على بيرسي تاو فالسنتر باك التاني ام جاي بتاع نص السنتر باك التاني ام جاي قرب على محمد هاني المساحة اللي اتخلقت فينا كريم اتخلقت في ظهرهم يقول بيرستاو عاملين نكمل بقى الكرة مين اللي هروح يتحرك في الحتة دي؟ امام عشور محمد هاني لعب الكرة لامام عشور وكانت هجمة مهمة جدا للنادي الاهلي ولكن اتقعد بعد كده وفي الاخر طبعا تيجي بقى نبص على الكرة التاني بص هنا مين اللي ماسك الخط محمد هاني مين اللي نزل استلم بيرستاو بيرستاو ياخده الكرة محمد هاني اللي دخل فين؟ اللي دخل في العمق في الحتة فين؟ انصاف المساحة اللي موجودة طيب والكرة دي طلقت كرة عارف دي كرة ايه؟ دي كرة الهدف الاول للنادي الاهلي فمعناها ان مفيش هدف جيل نهارده للنادي الاهلي كان بصدف تعالى بقى نبص على الكرة دي لحظة بقى قبل 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 الفرين قبل قبل اما تكون عن درامي ربيعة حاجة مهمة جدا عشان لك بص بقى لحظة هنا مين اللي واقف مع العيب رقم 8 بتاع مودن فيوتر؟ ده محمد هاني مين اللي في نص الملعب اللي واقف مع احمد عاطف ده بيرسي تاو ومين اللي وراءه فهتلاقي موجود مرار عطية فبالتالي انت محمد هاني هو اللي دخل مكان الجناح وبرسي تاو هو اللي بقى الباك نكمل بقى الكرة الكرة هتجي عند محمد عبد المنعم هيحضر عند بص بقى مين بيشاور لبرها كريم محمد هاني بيشاور إلعب الكرة المين مين اللي هتلاقي عند الخط هتفاج بيه دقتي امام عشور امام عشور هو اللي ماسك الخط بيرسي تاو اللي بيلعب نص ملعب ومحمد هاني هو الجناح بعد كده هم حصل سويتش تاني محمد هاني اللي نزل وقام بيرسي تاو دخل نص الملعب وقام امام عشور طلع على الخط بص بقى التلاتة جنب بعض التلاتة جنب بعض بمنتاز سهولة هنقدر نلعب مع بعض بص يا كريم بقى الكرة هتتلعب لإمام عشور محمد هاني هيلعب له الكرة زي ما انت شايف التقلق الكبير بص بقى لحظة قبل ما الكرة تتلعب من إمام عشور نرجع بقى لحظة قبل إمام عشور هي قصة كلها يا كريم قصة كلها بعمل زيادة عددية فبالتالي بسحب كل لعبة في الحتة دي فبالتالي الزوم فورتيني اللي عند الحاكم اتفضت ما بص يا كريم لما إمام عشور اتحرك وبرسي تاو واقف ومحمد هاني واقف كله تلموا عليهم بلعيبة بودن الفيتور كلها متجاية ناحية اللعب بالتالي إيه اللي تساب يا كريم حتة الف نص الملعب نكمل بقى إمام عشور اللعيب الرائع والممتع عنده نزع وجميل لعب الكرة لمين لحسين الشعاد حسين بيرقص وبيلعب الكرة لمين لعلي معلول وعلي معلول هيلعب الكرة وكانت هاجمة خطرة جدا جدا لنادي الأقل اللي كانت باكورد الكهرباء فده معناها إن أنا بستخدم بيرسي تاو وإمام عشور ومحمد هاني على الناحية الشمال عشان ليه طريقة خروج بالكرة وطريقة إن أنا قادر إزاي إن أنا أستغل المساحات اللي بتبقى موجودة عند النادي الأقل دي آخر كرة معنا اتكمل كمان في الشوت التاني نفس الكلام النادي الأقل بيطلع بالكرة من تحت هنتكمل الكرة محمد عبد المنعم هيطلع بالكرة نكمل اللعب ما فيش مشاكل عرفش أعلقت ولا إيه ما قايب الظبط كده محمد ميني اللي النزل اللي هنا أستلم ممعشور محمد هاني بص بقى محمد هاني هيمعامل الكرة البرسي تاو التفاوم الكبير جدا في ظهر الدفاع وكانت واحدة انفراد فأنت بتتكلم على الجبهة الشمال اللي كانت مميزة جدا وفيها ناحية اليمين للأهل الشمال لا الناحية الشمال اللي كان فيها علي معلول اللي هو أسكى العيب موجود في النادي الأهلي لا انت بتتكلم انه مش الناحية الشمال بس ومش علي معلول بس هو المفتاح بك رايت النادي الأهلي الناحية التانية لا مفتاح كبير جدا لللعب زي ما احنا شفنا فالنادي الأهلي عنده أشكال وأناط كتيرة جدا عن شكال بقولك النهاردة مباراة كانت ممتعة بشكل كبير جدا في واحد حاس ان هو هدية القدر لمارسل كولر ومارسل كولر أو هدية القدر لي أحمد نبيل كوكا فجأة هتتكلم في وسط ملعب النادي الأهلي السنة اللي فاتت في مران عطية وفي حمد فتحي وفي أليو ديانك الآن بقى في مران عطية وإمام عشور وأحمد نبيل كوكا اتنين اتغيروا في نص ملعب قوة جدا والنص الملعب بقى أقوى كمان من الموسم اللي فات أو على العل نفس القوة بتاعت الموسم اللي فات طيب بتاعي تيجي نبص على أرقام أحمد نبيل كوكا بمتكلم عن ليه لعب النهاردة 88 دي لمس الكورة 64 مرة تمريراته صحيحة يا كريم 54 من أصل 58 بنسبة 93% وده رقم كبير جدا 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 لا الرقم ده والله معلش اللي المقارن عشان الناس بتسأل بس هي كده يعني ده رقم ما يعملوش غير توني كروز ده حقيقي كرات الطويلة لعب أربع كور طويلة من أصل 6 مع الفارق يا جماعة طبع مع الفارق وكرات طويلة لعب أربع كور طويلة صحي من أصل 6 وبالمناسبة هقول لك ليه الرقم ده أنا جايبه بالزبط عشان أكلمك عليه تدقلات الأرضية النجاحة كسب 2 شتت الكرة واحدة وفقد الكرة 7 دي يعني ده طبيعي بتاع العيبة نص ملعب بتاعة النادي الآن تيجي بقى نرجع قبل ما نخش بحيات نتكلم عن الحاجة المهمة جدا أحمد نبيل كوكا أحمد نبيل كوكا النهاردة كريم في حاجتين الحاجة الأولانية أه أرضونا جماعة الهيتماب كمان طبعا لقبص الراجل بيتحرك في كل حتة في الملعب مع أنه هو مفروض بيمين ناحية الشمال بتاع تعلي معلول وحسين الشحات هتلاقي راجل في كل حتة في الملعب الراجل عنده 3 رئات زي ما بيقوله أكتر واحد بيجري في نص الملعب النادي الآن تعب أقول حاجتين سريعا قبل ما نخش على الحاجة حاجة الأولانية سبب من أسباب تقلق الكبير جدا لإمام عشور أحمد نبيل كوكا أحمد نبيل كوكا مدي أريحية هو مران عاطية أنا أطبق لأ لأ أحمد نبيل كوكا هو مران عاطية سنائي قوي جدا 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 كلعيبة رقم 6 أو الـ لعيبة اللي هي بتطلع بالكرة لإن اللعيبة دي مميزة جدا إن هي بتحمي إمام عشور اللي على طول زايد في الناحة الأجمال دي أول حاجة تاني حاجة ودي المهمة جدا إن أحمد نبيل كوكا هو اللي أول قلب مارسل كولر إنه قاعد واحد زي أليو دانج قولي إنت مين مدير فني في الدنيا يجيله قلبي يبقى عنده واحد زي أليو دانج هو أحمد نبيل كوك تيجي نتفرج على أحمد نبيل كوكا النهاردة عمل إيه؟ عشان الفوكس كله كان عمارة عطية عمارة عطية يستهل كان نجم من نجوم المباراة ولو إني يعني عندي تعليق شوية إنه كان ممكن في واحدة من الكورتين دول كان ممكن يضطرد تعال بقى نتفرج على أحمد نبيل كوكا وشوف هو إزاي بيساعد النادي الألي في خروج بالكورة بص هنا لحظة بقى أمريكي الكال مين اللي بتحرك في الحتة الفاضية اللي هيتصبح في الكورة دي؟ أحمد نبيل كوكا فالراجل معناه أنه هو هنا منفذ للنادي الألي في خروج بالكورة مين اللي كان بيعمل ده كريمي سالفاتي؟ حمد فاتحي بالزبط كان بتحرك في الحتة دي فهتلاقي أحمد نبيل كوكا على طول موجود بيساعد وبيقرب نحية النادي الألي تعال نبص على الكورة التانية بص أما الراجل ننزل الراجل ماسكه بص يا كريم هيتحرك فين؟ هيتحرك برضو في الحتة بتاعت نص المساحة أو الهافيس بكيلو وقام محمد نبيل كوكا استلامه للكورة بيقدر يحافظ على الكورة بشكل كويس جدا عشان كده بيقولك هو ليه بقى بيفضاله على الديانك أقولك حاجة بس يا ما عليش وقف هنا لحظه سوان يا شباب أقولك مفاجأة أو مش مفاجأة حاجة تتذكرها أو ما تتذكرهاش من زمان الأهلي ما عندوش لعب في نص الملعب بيلعب برجلو الشمال طبعا لدرجة إن في وقت إن العادة مانويت جوزي بس دي الناس مش هتفتكرها فكر يلعب بجلبرتو في نص الملعب عشان يستفيد بواحد في نص الملعب برجلو برجلو الشمال صح صح عشان انت تتبقى محتاج له واجبات بيمين ناحية الشمال كتير صح فأنا أتصور إن كوكا ده بالنسباله إنقاذ لو تفتكر كارلوس كيروش ووزف ميل في نص الملعب برجلو الشمال عشان قدش عندو حد في نص الملعب برجلو الشمال أيمن عشر أيمن عشر فاكر لعب نص ملعب برجلو الشمال دي تفرق كتير ريال مدريد كما فينجا طبعا كان جايبوا عشان رجلو الشمال فاربعة ثلاثة هيفرق كتير مع الفرقة بذي نقطة مهمة جدا طيب تيجي بقى فإحنا بتتكلمة دوقتي من الراجل دايما بتحرك في أنصف المساحات بيساعد النادي القليل في خروج بالكورة تعال نكمل بقى الكور هنا إمام عشور هياخدوا الكورة أتلعب الكورة طويلة كريمة أنت دوقتي تلعب نص الملعب أنت محتاج منه إيه أرجع بقى قبل ما إمام عشور معيش أنا آسف يرجع يلعب لكورة عشان عاوز أبص على التمركز لأحمد نبيل كوكا فين بص أحمد نبيل كوكا فين هو اللي وراء اللعيب اللابس أزرق اللعيب مودن فوتشر اللي وراء الحكم على طول إمام عشور لعب الكورة نكمل الكورة الكورة تلعبت عالية لبرسي تاو أول ما الكورة هتكمل الكريمة وكورة تتلعب أن يقوم بقى كورة نص الملعب بيتحرك في أنصف المساحات لعيبك نص الملعب بيستخلص نقص نص الملعب بلعب كورة طويلة الكورة تلعبت هتتقطع هنا من برسي تاو بص انت فاكر نبيل كوكا كم فين بص بقى كريمة يزهر في الكدر دلوقتي عشان يقطع الكرة في الضغط العكس للنادي الآلي نكمل الكرة بص بقى النبيل كوكا جاي من آخر الملعب الكرة تلعب نكمل الكرة دي بسرعيتها عادي عشان الكرة دي طويلة شوية الرجل اما قطع الكرة ودى الاستحواس تاني للنادي الآلي وهيطلع الكرة لبيرسي تاو طب النادي الآلي هيعمل ايه بالكرة النادي الآلي امام عشور بص بقى لا اف 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 امام عشور لما لعب الكرة بص غلط امام احمد نبيل كوكا فينا يا كريم عند خلطة 18 نكمل الحالة اول ما الكورة هتتلعب هتلاقي الراجل برضو هيروح وهو اللي هيستخلص الكورة وهيدي بص هو عنده فيجن وباصس الراجل ده متساب له واحده هروح يضغط ويقطع الكورة يا كريم فانت بتتكلم ان اللعيب كورة مميز في نص ملعب بيديني حل في انصاف المساحات بيديني حل في الاستخلاص الكورة تعال بقى نتفرج على الشيء المميز اللي انت اتكلمت عليه ورعب الرجل الشيء اللحظة بقى يا كريم بص يا كريم المهارة بص يا كريم يلعب كورة نكمل بقى الكورة الراجل يلعب كورة طويلة بمنتهى يعني الجمال لبيرسي تاو وعلى رجله الراجل السلم بكل سهولة بص يا كريم برضو نفس الكلام هنا واحدة كمان تانية لامام عشور فيها سنس كبير جدا فانت بتتكلم على لعيب نص ملعب شبه متكامل استخلاص بيديني قوة بدنية بيديني الراجل بيفتح بيعمل كي باصس بيديني الراجل موجود في كل حتة بيميل دايما ناحية اي حد موجود في الملعب الراجل بص الكورة الطولية اللي عنده بص يا كريم هنا يقدر يحافظ على كورته كويس ده اللي كمبيون قص ديانج ديانج كان دايما بيفقد الاستحواز بشكل جبير بص يا كريم الراجل عدى من واحد على واحد اهدى الكورة حسين الشحات كانت فرصة خطرة لنادي القلي فمعناها الكورة سهلة زي دي الناس ما تخدش بالها منها هو راجل حط راجل في دهر وعدى منه وفتح اللعب للنادي القلي فانت بتتكلم على لعيب استخلاص تلاقي كورة طويلة تلاقي التحامات تلاقي كل شيء ممكن تلاقي في احمد نبيل كوكا اللي متماس جدا في خروج بالكورة اتمنى اندمام احمد نبيل كوكا لمنتخب مصر انا عارف انه صعب جدا لانه فيه تخمة كبيرة قولي صعبة اوش ولكن يا كريم معلش اما دي يجي لعيب كورة يلعب في التنافسية العالية دي في كاس العلم للان دي لا لا مش بقول صعبة مش بقول صعبة يخش منتخب طبعا بس الاسامي تقيل انا بكلمك دلوقتي اتعادك محمد النني مران عطية حمد فتحي محمود حمادة محمود حمادة امام عشور زيزو بيلعب في نص المال وزيزو رفل ستة هم خلاص صعبة جدا دس يعني وكلهم كل الاسماء اللي قلتها ديت انت بطيضاش حتى تستغنى على واحد منهم حتى محمود حمادة اللي ممكن الناس تقولك ايه تمام محمود حمادة وهو يخش محمود حمادة من اكتر الناس المقتنع بيهم بيتوري فهو القضرة فهو القضرة بالكصة دي طيب دي حكاية عايز اقولك حاجة مهمة اوش عارف الاهلي في الفين تلاتة وعشرين كاسبان كم الفلوس من البطولات الخارجية بس بقى مش كلمك بقى على دوري ولا هكلمك على كاس ولا كلمك على حاجة اللي هي المحل دي بصوا اللي تعال لنفر لاهلي في كاس العالم الاندية خالي اتنين مليون دولار في دولة ابطال افريقيا خالي اربعة مليون دولار ده في الفين تلاتة وعشرين بس كاس سوبر الافريقي بتنين وخمسين الف دولار في الدول الافريقي مليون وسبعمائة الف دولار في كاس العالم للاندية الفين تلاتة وعشرين اتنين ونص مليون دولار السوبر المصري اخيرا ميتين وخمسين الف دولار بتتكلم في كله عشرة مليون وسبعمائة الف دولار دي بقى تفهمك وتعرفك منظومة نجحة يعني ايه مش بس الامور فنية وانك انت بتكسب بطرات عشان الجمهور يفرح لا المؤسسة السليمة انك بتكسب بطرات فيجي لك عقود رعاية بتاخد فلوس كتيرة تاخد دولارات تدفع روات المدربين تدفع روات بأجانب تفاصيل كتيرة عند الاهلي كريم خلاص النادي الاهلي وصل فعلا زي ما بيقولوا للعالمية لما بتشوف التصريحات في كاس عام الأندام من مدربين كبار يقول لك انا واحد زي جورديولا بيقول لك انا جيت مصر كل الناس كنت بتكلمني على الاهلي والاهلي على مانشستر سيتي في نهاي كاس العالم للأندية فكريم انت بتتكلم على منظومة قوية جدا عار عشرة مليون دولار ده رقم كبير جدا جدا ولسه القوس مفتوح لسه يعني التالفتات دعا شي خلصت لسه بقى الموسم مطول فطبيعي جدا النادي الاهلي يبقى طموح جماهيره بالطمع ده جماهير الاهلي قالت طمع جد هتشوفي يا جماهير النادي الاهلي كسبت كل حاجة اللي قبت شوية كده في الدوري الناس كانت زعلانة ومتضيئة نا فيعني نا ده فيه لقطة النهاردة تتأمل فيها الصورة بعد الهدف التاني المودرن فيوتشر الكاميرا بدأت تروح عند جماهير النادي الاهلي كتير اللي قعد كده واللي قعد زعلان واللي قعد بيدمع واللي شاف ايه فانت القائن قلت ايه ايه ده ده انت لسه انت من يومين كنت اخد برونزوية كاس العالم ومخسرتش لسه ماتش يسيري عشر ده بس دي الحالة الاستثنايات عجموه النادي الاهلي اللي عملها النادي الاهلي حالة استثنايات على مر التاريخ جمهور ما بيشبعش بطولات وده سر نجاح النادي الاهلي انه لعيبت النادي الاهلي بتبقى وخلص ربونزوية كاس العالم وبيحتفلوا هو مطالب يكسب كاس السوبر مطالب بعد قومين يكسب دوله مطالب بعد ثلاثة يام ياخد دولة عبطال افراك هو دي حال النادي الاهلي تزعل لي يا اخي يقولك لا انا النادي الاهلي انا لازم اكسب كل حاجة ده هي يا كريم محمود نورت وشرفتك العادر مشكورك شكرا جديد شكرا لك يا كريم ومبروك للنادي الاهلي الف مليون مبروك مرة واخرى ليه النادي الاهلي ادارة وجهاز فني وعلاعبين وبالتأكيد جماهير بطولة السوبر المصري للمرة الاربعتاشر في تاريخه المرة التالتة على التوالي